يا إمبارح يا عم في القهوة صحبت الناس الكثير قوي دولت بسهولة كده ليه خدت بالك هذا يا رمزي تعرف أنا يعني ميزة عندي الحمد لله يعني الواحد ما بيشكرش في نفسه بس أنا طول عمري اجتماعي بحب الناس وعشان كده أعرف أيام الجامعة يا يا دولة تخيل يا دولة أنت عمرك ما يبين عليك العلام خلص؟ أنا خلطاني أنا أتكلم مع جزمة زي أنا آسف يا دولة أنا آسف بهذر يا عم بقى بهذر كمل يا دولة كمل أيام الجامعة هذا رمزي يا فكرتني بأيام زمان عارف كتة أشهر واحد في الجامعة كان كل الناس بيجوا يصاحبوني كان عندي أجندة كده هو بتاع التليفونات مليونة نمر ومش بكتب بس النمر والأسماء لا بكتب أوصفهم عشان من صاومش كمان يعني ما أنا مخي مش رفضل لدرجة أنهم في الجامعة ما كانوش مثلا بنتخبوا اللي هو بتاع رئيس تحاد الطالبة لا كانوا على طول بالتسكية رشرحوني هو عادل سعيد هو رئيس تحاد الطالبة فيراش رحوني على طول يعني الله يا دولة محبوب انت يا دولة طب هي بقى النوتة دي اللي بتاعات أصحابك لا دي نوتة صغيرة بس نقيت منها أعز أصحابي أنا كان عندي أصحاب كتير جدا بس ايه مليون أجندة كبيرة جدا فاختسرتها ولميتها في الأجندة الصغيرة دي موسيبني بقى عشان عايزة أعمل شوية التليفونات أعزم ناس عندي يوم الجمعة بإذن الله من أصحابي بقى يلا أيها Дولة طب إصحابك بقى هؤ Neden كلهم enzrem لا في منهم رجال أعمال في منهم سياسيين في منهم فنانين لعيب الكرة لا متقولش لعيب الكرة تعرف ابو تريكى ابو تريكى ده يبني حبيبي ابو تريكى وأخو تريكى وخال تريكى وقل تريكى ��ôle يبني الله يا دولة أنا بموت فوتريك دول دولة أنا طبعاً يعني من صحابك وحبايبك دولهمت صح؟ الله يا رمزي أنا كان بؤدي أعزمك بس للأسف من قتلكش التليفون أكلمك أعزمك فيه يعني أصيل يا دولة أصيل والله شهمه وبتحاول تبلغني آه طبعاً بحاول أبلغك عيب يا ابن أنت ابن عمي بس يعني هعملي أنا مجبر على أن أنت تبقى ابن عمي أنا مش بنيتي ولا بمزاجي ولا بأي حاجة وصيبني بقى دلوقتي عشان عايز أكلم صحابي ماشي دولة هنا يعني من صحابك اللي بيتحبوهم قوي قوي دولة همت ولا إيه؟ من صحابي اللي مجبر عليهم عشان قريبي لكن لو مش قريبهم كنتش تبقى صحابه ولا حاجة فخلاص سبني أكلم صحابي بقى لو سمحت إيه؟ أبا محمد بديع محمد بديع ده يا ابني كان بياخد رأي في أي حاجة قبل ما يعمل أي مشوار أي حاجة على طول يكلمني ياخد رأي يقول لي رأي كدولة أعمل كده ولا لا أقول له أه تكرح الله محمد بديع فضيح فضيح سلم لي عليها دولة انت تعرفوا؟ لا يبقى خلاص ماشتعبوا ألو؟ أكلم لأستاذ محمد بديع والله؟ ها؟ سافر؟ سافر إيه؟ سافر فين يعني؟ هاجر؟ إزاي ده ما قاليش يعني أنه هو هاجر ولا مسافر ولا حاجة؟ ها؟ هاجر من عشر سنين؟ آآ آآ لا 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 خلاص لأ ده أنا كنت صعب وبعدين ما بقيتش صعب يعني طب؟ شكرا 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 مع السلامة مع السلامة ما بيقوليش على ما بيقوليش على كل حاجة ما بيقوليش على انت تكلم ليه؟ تكلم ليه؟ صفوت سعد يا معلم عارف ده بقى؟ ده آخر الرجال المحترمين ده كان صعبي جدا عارف الوحيد اللي ما كانش بيرضى يغش في الامتحانات خالص وكنا نقعد نقوله يا ابني ليه ما بتغشش يقولك لا لا أحب الغش لكن بعد كده بقينا حنرم الغش من الوقت طول الوقت بس كان ده فظيع فظيع صفوت؟ ها؟ طيب سلم لي عليها دولة انت تعرفوا؟ لا خلاص ما تكلمش خلاص مالا الصفوت؟ طيب سفوت؟ ها؟ مالا صفوت؟ وصفوت فيين؟ خد منك فلوس؟ اه ومش لا ايه اه، فين يا هرباني؟ لا 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 حضرتك احنا هنا جمعية البحث عن الهربانين، ايوة ايوة لو عايز اي حاجة بقى كلمنا شكرا 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 دولها دخلنا الجمعية دين والنبي دولها ابن فريق ولا انا حاسس من ساعة ما انت قعدت جنبي وانت فاقرني مش لاقي ولا صاحب راح وفين راح اسكت بقى صلاح الشام يا معلم ايه ده صاحبك بارتك؟ ايه ايه صلاح الشام ده عارف ده اخويا اخويا ايه ده انت ليك اخ اسمه سا دول انا اول مرة عرف ايه ابن عمي ابن عمي يعني انا عادل سعيد يبقى اخويا اسمه صلاح الشام زي اخويا يعني زي اخويا اه اصليملي عليك لا ايه خدقص اهلو اخويا ابن صلاح صلاح الفل يا معلم اهلو 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 طيب مشغول اوي اصول راجل اعمال ناجح جدا ده محتكر السوق كله يا بني اعنوا السوق يا دولة ده انا عارف اصبر 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 اهلو ايوة اهلو انا عادل سعيد اهلو، اهلو، اهلو اه اهو قالها رمزي إنت وراك حاجة المالجومة الجاية؟ شك، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ والله ما عارف يا رمزي اعمل ايه؟ تبص بقى يا دولة بقى ابو الرمميز وافكاره انت تروح تعزم صحابك اللي هناك دلهمت مش انت بتقول عليهم ان هم صحابي جامد قوي اه هم صحابي زي ما انت شفت يعني بس قبلهم ازاي بيتكلموا معايا ازاي لكن برضو يعني مش معقولة معرفة بقالها وقت قليل مش بقالها كتير مقدرش تدخلهم بيتي كده على طول يعني بقول لك يا رجالة فيه المهاردة واحد مغبر جي سأل عليكم وعمالي طاقص كده ممي من شوية يعني والمعلم عارف بالموضوع وبيقول لي ايه زحلاقهم بالقاوة عشان معملوش اي قلق في القاوة يعني جراد التادي انتا دلت الزوء بتاعتك ديتك والمعلم بتاعك ده يا اه امسك اصابك بتقولي يا اه اسمع يا اه ما تخلنيش يا غزلك انتا والمعلم بتاك وضيع فيكو السهل السبابي في اللومات مينك دفل الماغوا ديك خلينا غزل غزل اه طيب غض اه اتفعل اخنا اتفعل على ضبط انتا يا اه باكواج ركب للجلدة با يا دول اسمع كلامي زي ما انا بقولك كده العنوان بيبان من جوابه يا دولة بص الناس دولت انا ليه نظرة فيهم الناس دولت محترمين واخدها مني والله هو من ناحية محترمين فيمكن اول مرة تقول حاجة صح فعلا محترمين محترمين يعني ده بلا ادنى شاك كمان هتقول ادنى شاك كنت ايش عال رفقة بس بس كفية خلاص قلت محترمين خلاص فعلا محن منورين يا رجالة trillion على فكرة افتحني المتوى خلينا غشلن صمي اللي緒 어�ا او فتح او اتفضلوا بكم ومطرحكم والله يعني انت حضرتك رأيك ان انا اغير الكلون بتاع الباب تغير الكلون ده فتح من اول مفتاح على طول لا 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 لازم تغير الكلام وبعدين لو اخذة غلط انت كده تشيئت تشيئت العل ولادي الحرام اللي ملهمش في الصنعة ممكن يقصتوك وياخدوا السبوبة افتح للمطوع خلينا غزوا او الله انا مش هعرف اقول لكم ايه اتفضلوا يا جماعة انا مش هعرفوا اتشكر جدا عن نصيحة الغالية دي فعلا فعلا اصحاب يعني الله يا دول الله شايف يا دول الناس اللي قلبهم عليك ده انت تاخدهم من ايدهم تدون وتوريهم باب المحل بالمار اه والله لا لا مزقوا اكل اواضح ان انت اصح المزاج او ادول لا ده انا بتاع المزاج كله بها معلامة وقد الاكل وقد الحاجة السقع ايه ده نسي واجيبوا الفتاحة بتاعت الحاجة السقع بص بقى هروح اجيب لها لكم اشبت ما عايدك ما تخليش حاجة ما تخليش غزك بتاع المالكو اخلينا غزك هتعمل ايه؟ اهو ان شاء الله حضرتك ان شاء الله حضرتك افرب مشابارة مشابارة افرب افرب يا سناح يا سناح يا سناح بس 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 ادا انتم ربيين بس بتبس بس هنا لا لا لو سمحت دي المدام بعد اذنك ما تغلاش اه؟ عايزة ايه عايزة ايه ايه انا قاعد مع اصدقاء الطفولة المصدقة تعد مع صاحبي عايزة ايه؟ بقول لك إيه؟ بقول لك إيه؟ هو أني فيهم الرجل المحترم ده اللي هو كان متقدم لسناء أني فيهم ها؟ سنة سنة أنا هروح أقول لسناء إنه هنا فيهم لا 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 تقولينا إيه؟ لا ده هو أصله خلاص التجاوز أنت عارفة دلوقتي البناء أدمين المحترمين بأم عملة ندرة في البلد آه طيب شاور لي عليها عادل أني واحد فيهم كده طيب ده؟ آه اللي هو اللي على الشمال خالص العمال بيدرب في الفن خدش آه آه اللي كان مقطع السمكة و دي لـه أو بصي اللي مقطع إزاست الحاجة السق عادي هو ده اللي كان مقطع السمكة بس إيهزر السمكة ازيته وإلى حاجة فأكيد آآ آآ عادل هو أنت أصلاً تعرف حسين فهامي شفته قبل كده بقى بزيميتك ده ده مقطع السمكة ود يلها ده معافني آآ لا يا ماما لا ده كان شبه حسين فهامي بس هو شوية حوادث حصلت له يعني أكيد طبعاً بقى الوات ده اللي قاعد عمال يحفي هناك ده اللي قاعد جنب رمزي هو ده العلامة اللي كان بيطله على طول الأول اللي هو اسمه سامر بايد آه آه هو برافو عليك شغطي بيبان على طول من مدارته ومن طريقه أكله الله هو بغبوته بسحنته يعني يلا خش بقى خش بقى يلا بقى هرانيا الله أنا مش كنت سابق مع صحابك منورينا يا رجالة والله خليك معاه أهلاً وسهلاً أنا قلت أجأ سلم على صحاب عديل ابني آه لا تستخدم حجة أهلاً وسهلاً يا ابني حجة خد افتحيلي المطوط دين هو بالسواب مطوط ايه يا ابني حجة حجة هو هو ما تخافيش يا ماما يعني هم بس بيجربوا كلمة حجة عمرهم ما سمعوها قبل كده يعني فه افل وضبه ومفتاح أكبر عصابة شوق في المنطقة ولا وقعتم واحنا شرفنا الراجل ده فينا قبل كده إيه ده معاهفة خد لمواخش لافتحلي خليه مفوت قدرتك افلوا وضبه ومفتاح دول عصابة كبيرة لا افلوا وضبه ومفتاح ورمزي ده رئيس العصابة حجة دول اتفضلوا اتفضلوا اتتنى جوارك كده يلا يا حبيبي يلا اشوفك انظر طاية مع الدول مع السلامة مع الف السلامة انا اروح معهم بقى اه اروح امتنى